السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الاعدادي معكم مستر عبدالوهاب هنكمل النهاردة ان شاء الله سلسلة شرح منهك ثالث اعدادي احنا في الواحدة 13 الدرس الثالث والرابع كنا قرأنا كلماته النهاردة ان شاء الله هنحل على الكلمات دي بيج 126 صفحة 126 هنبدأ نحل على الكلمات ارجو ان انتو تكونوا حافظتوها علشان تلاقي الحل معاكم سهل جدا او الفيديو الجودة بتاعته ضعيفة ولا كده انت هتفتح الكتاب مع الكتاب نشغلين من كتاب المعاصر صفحة 126 حل كلمات الدرس الثالث والرابع الوحدة 13 طيب نبدأ كده بسم الله نبدأ كده من سؤال الاختياري رقم واحد انا قط ايه هو الشيء المصنوع من الجاز طبعا الناس اللي حافظة هتلاقي كلمة ستار يعني ستار يا مستر يعني نجم طيب رقم اتنين يجب عليك انك تكون ايه وانت بتتكلم مع وانت بتتكلم او بتتحدث مع مدرسيك لازم تكون مؤدب ومخترم طيب رقم ثلاثة ذري فري جيب اريد كارد تو ذا بلاير هو نقاط بدلي دورينج داماتش طيب اتدكرت احمر فري خلي بنا يعني الحك اعتكرت احمر للعب اللعب اللي عمل ايه نقاط بدلي طريقة سيئة جاي من كلمة باد اسناء الماتش يبقى كده اللي تصرف بيهايفد بيهايفد يعني بيهايفد يا مستر الذي تصرفه بدلي بشكل سيئ وبالتالي طرده زي ما احنا بنقولك طيب رقم اربعة نقاط الراود كوكب الارض بيعمله حول الشمس تيرنز يعني ايه تيرنز يا مستر بيالف او يدور حول الشمس طيب رقم خمس اف يو نقاط لو انت ايه معناه ان انت عايز تستفسر او تعرف لماذا يبقى اكيد لو انت بتتساءل طيب ولا بتتجول لا تتساءل يعني بقى تساءل واندا خلي بالنا زي ما قلت كده وانا بقرأ الكلمات قلت لك خلي بالك انت بتحفظ من كلمة واندا واندا الفارق بينهم ان انت هنا بتتساءل اللي هي معناها انت عايز تعرف لماذا بتستفسر انما هنا بمعنى يتجول طبعا دي مش محتاجها دلوقتي طيب خلي بالنا من الصياق وانت هتعرف ان شاء الله تحل كويس نخش على الجزء اللي التحتاني الاخر بسرعة كده تمام كتاب الطالب او كتاب التدريبات وامتحنات سابقة الجزء ده مهم طيب رقم واحد طيب 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 ينتظر الطيب طيب نخش بقى على الجزء الثاني أصدنا في الصفحة رقم ثلاثة It's hot in summer because the earth It's hot in summer because the earth is not hot to the sun الجوبي بحر جدا في فصل الصيف عشان كوكب الأرض بيكون بالنسبة للشمس closest يعنيها مصر كوكب الشمس كوكب الأرض بيكون مريب جدا من الشمس طيب رقم 4 The sun is the only نقط in our solar system الشمس ده احنا عرفنا انه هو نجم صح star وبالذات هو النجم الوحيد في المجموعة الشمسية بتاعك طيب نخش كده على التدريبات الخاصة بكتاب المعصر The teacher نقط us to read the lesson twice The teacher نقط us to read the lesson twice يبقى سامح ليني خلي بني لو انت بسط للمعنى هتلاقي المعنى بيقول ان المدرس ايه ان احنا نقرأ الدرس مرتين اكيد سمح لنا او دانا لايه الاذن يعني لو انت بسط للمعنى هتلاقي كلمة ليد تمشي وكلمة اللود تمشي كلمة ليد تمشي وكلمة اللود تمشي طيب اخد لطول اللود هنا بقى وبص عن ناحية القواعدية جراماتيكالي يبقى انا لازم اخد اللود لي يا مصر لاني اذا ترامى فيه مفعول تمام وبعد المفعول to والمصدر يبقى انا لازم اخد اللود طب لو فيه مفعول وفيه مصدر من غير to ويبقى لت يبقى انت عايز تقولي عايز اقولك ان لت بعدها مفعول وبعد المفعول المصدر فقط خلي بالنا من الحتة دي طيب ما القلاو القلاو مفعول to الفعل فين في المصدر طبعا الجزء ده احنا وضحناه قبل كده وهو جالك وهو ولو انت عارف ومذاكر كويس اكيد هتحل الجملة دي من غير مقفها للنقطة اللي انا قللت فيها دي كله طيب رقم 6 اي نقطة if you could tell me what a star is made of اكيد اي واندا يعني يا مصر انا بس اسأل بس تفسر لو انت تقدر تقولي خلاص ان النجم ايه مصنوع من ايه طيب it's my to clean the house today it's my not to clean the house today it's my turn فاكرين ان كلمة تيرن اخدناها فعل واسم فعل بمعنى يلف او يدور تيرن قلنا بمعنى لفة او دور اما كنت تقول دورك هنا فعلا انه دوري ان اكون بتوظيف تنظيف المنزل اليوم طيب الجزء اللي جاي ده مهم جديد تخلي بمعنى الجزء اللي احنا خدناه لفة ده كله معظمه بيجي في الاختيار زي ما انت شايف كده الكلمات عمومة طب الجزء اللي معاك ده هيساعدني ازاي ان انا حل سؤال situations اللي هي سؤال المواقف ساعدني جدا فيه ويساعدني كمان في الديولوجز لاني بقى فيه تعبيرات انا محتاج ان انا ايه استخدم طيب خلي بمعنى كده بص كده بقول ايه اما تيجي توجه سؤال لحد او تستفسر عن حاجة بس تستفسر بطريقة مهزبة يعني ما تبقاش كده غالص كده في السؤال بتاعك تكون بتسأل كده بشكل كويس كده جميل بص جاي لو انت عايز حد يوضح لك حاجة ممكن تقول لي ممكن من فضلك تشرح لي لماذا وتحط السبب بتاعك لماذا ايه لماذا انا مش عارف اذاكر لماذا انا مش فاهم لماذا انا مش عارف اقرأ لماذا انا مش عارف احفظ بص كده جملة بسيطة خالصة او معنى صحي سؤال بسيط خالصة قد يو بليز اكسيب لينتو مي طبعا ده الجزء الفقه بص كده الجملة اللي انت تحطيتها I can't feel the earth turn I can't feel the earth turn ممكن تشرح لي من فضلك ليه انا مش عارف او مش شاعر او معنديش شعور ان ازاي الارض بتلف تقول لي بتلف ازاي ما احنا كلنا فعلا السؤال ده بيراود الكل عمان تقول لي الارض بتلف الارض بتلف ما لا احنا مش حاسين بها ليه طبعا ده ليه تفسير علمي وتفسير منطقي كمان مش هنتطرق له دلوقتي تمام؟ طيب ده سؤال مهزف ممكن تسأل كمان سؤال بطرقة تانية I wonder if you could tell me what I wonder if you could tell me what تحط بعدها بردك الجملة اللي انت عايزة بص كده المسال الجامل ده example جامل جدا I wonder if you could tell me what a star is made of I wonder if you could tell me what الحد هنا تمام كده؟ اه الجملة بتاعتنا A star is made of بدا تسأل لو تقدر تقول لي النجم ده مصنوع من ايه؟ طيب ممكن يكون انك تسأل بطرقة تانية جميلة جدا بردك او تالتة I'd like to know if I'd like to know if I'd like to know if اريد ان اعرف او اود ان اعرف اذا if طبعا او ايه؟ او whether if او whether you like your job I'd like to know if you like your job I'd like to know if you like your job تمام؟ انا بتساءل بس تفسر هل انت بتحب الوظيفة بتاعتك ولا لا؟ طيب اللي ممكن كان يكون في طرقة رابعة Do you think we could Do you think we could بص كده مثال Do you think we could come and see the observatory one day Do you think we could come and see the observatory one day طبعا قلنا observatory يعني ايه observatory اللي هو المرصد اللي احنا قلنا المبنى اللي من خلال العلماء بيكتشفوا الايه انفضاء طيب تعالك انا نشوف الكلام ده بشكل عمل اكتر مع انه جايبهولك وجايبلك امثلة عليها هيت واضحة جدا تعالك انا نشوف الكلام ده هنحل عليه دلوقت طيب جايبلي situation اهوت تمام مو محلول الحل بتاع بصك You want to use your brother's laptop You want to use your brother's laptop انت عايز تستخدم او عايز تاخد اللابتوب بتاع اخوك طبعا ده اللي انا قلت انك بتطلب او بتسأل سؤال بس لازم تكون بطريقة مهزبة بص ممكن تقول ايه Could you lend me your laptop please Could you lend me يعني ايه lend يا مصر ممكن تسلفني ممكن تقعرني ممكن تديني ممكن اشيل لندي اقول give تمشي Could you give me your laptop please ممكن تديني طيب الحوار كله مش لابتوب بس ممكن يكون pin صحي كده اي شيء اللي انت عايز ايه تاخده من الشخص القدام طيب بص الموقف التاني ده you ask your sister politely to help you with your homework you ask your sister politely to help you with your homework انت بتطلب من اختك بس بايه بأدب ان هي تساعدك في الوجب بتاعك وده بربك الطلب اللي انا بقول اطلب الشيء بطريقة مهزبة زي بص كده Could you please help me with إذ انت عايز ايه تساعدك فين في الوجب with my homework طب هو هنا كان ايه واجبك دلوقتي بقى واجبي حول طيور لماي تمام كده طيب تخلي بنا سؤال مواقفة هو الجميل فيه ثلاثة ايه ثلاثة ايه هنتكلم على ايه كل واحدة فيهم كده بالراحة وازاي تحله طبعا انا حله علشان بس ايه وقت الفيديو بس انا هكراك كده بسرعة اقولك انا حلات ازاي طيب write what you would say in each of the following situations اكتب تمام اه موقف او حل المواقف في كل الايه حل الجمع الاتاديات يعني بتاعت المواقف طيب يقول ايه you can't feel the earth turn انت عايز تعرف ليه انت متشعرش بدوران الايه الارض انت خلي بنا خلي بنا لازم تعرف خد الحتة دي من اي موقف في الدنيا هينقسم لجزئين اتنين هل هتسأل ولا هتجاوب هتاخد المبادرة انت هتتكلم الاول ولا هتستنى ترد على الكلام اللي تقام طيب ابص للفعل كويس اللي هو بيوجهني له بص بقول لك ايه you ask you ask your teacher انت اللي بتسأل طيب انت عايز تستفسر او تسأل وزي ما قلت كده احنا عندنا انواح كتيرة ومنهم السؤال المهزب عايز تسأل بطريقة كويسة جدا كده ازاي تسأل او تعرف اه حد يقول لك يعني انت ليه ما بتشعرش بدوران الايه الارض بص كده لسه هناك على فكرة قررناها بظهر could you please please explain to me why i can't feel the earth turn بص كده بالراحة اهي could you please explain to me why i can't feel the earth turn ممكن من فضلك تخبرني ليه انا ما بشعرش بدوران الارض تمام بالظبط كده طيب تعالوا نشوف كده الجملة رقم اتنين you want to know انت برضك انت اللي عايز انت اللي هتاخد المبادرة انت اللي هتقول مش هتستنى ترد you want to know you want to know if your friends like a job you want to know if your friends like a job a friend likes a job عايز تعرف لو زميلك بيحب وظفته طبعا السؤال بتاع واضح جدا ومكتوب برضك بالنص هناك i'd like to know لسه كرقينه في الصفحة اللي قبل دون بشرة i'd like to know طبعا قلت if او whether ليه اتنين بمعنى ايه لو you like a job i'd like to know if you like your job i'd like to know if you like your job يعني انا بتساءل او عايز اعرف اود ان اعرف لو انت بتحب وظفتك طبعا ولا لا بالعربي معناك طيب رقم ثلاثة you want to know whether you could visit رانيا on friday انت عايز تسأل لو انت تقدر تزور رانيا يوم الايه من الجمعة بص كده اي واندا انا بتساءل طبعا انا قلت ايه weather تنزل ممكن تحط if if او weather اليو هتتحول انت بتسأل ايه تلوقتي وبقولك انت بتسأل انت لا تستفسر عن نفسه يبقى تحاول يقول i could visit رانيا on friday يبقى كل الحوار هتشيل على فكرة المواقف دي من الحاجات المهمة جدا والسهلة جدا انت عملت ولي يا مصدر والكلام الفضل انت عايف انا ممكن اقول ايه تحول الكلام كله على نفسك i want to know بالضبط تسيب الجملة زي ماه بس تحاول يقول i او ممكن تقول كد i want to know whether اليوتو يعني جاد عبراظه i could visit رانيا on friday دي بردك طريقة خد بردك الحتة دي مني تأكد ان دائما الموكف بتكون اجابته فيه الموكف دائما بتكون اجابته فيه عايزة طالب زاكي وفاهم برده انت ممكن هنا تجب من حاجات من اللي انت حافظ i wonder whether or if i could visit رانيا on friday ممكن انت تفاهم الموكف وسهل جدا او مش انا بقول لو انت يبقى انا ممكن خلاص انا عايز اعرف لو انا اقدر ازول لو انا 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 يبقى تحاول